حركة حماس الحقيقة النهاردة طلعت بيان فور بدء العدوان الصبح وقالت في بعض التفاصيل المهمة قالت انها بتحمل الاحتلال مسؤولية استئناف الحرب والعدوان الرغزة وقالت انه جرت مفاوضات طوال الليل قبل بدء العدوان الساعة 17 تقريبا لتمديد الهدنة وكشفت انها عرضت تبادل الاسرة وكبار السن مش فئة النساء والاطفال كمعرضت تسليم جسامين القتل من المحتجزين جراء القصف الاسرائيلي في غزة وعرضت تسليم جسامين عائلة بيباس بيباس در احد المحتجزين اللي مراته اولاده قتلوا بالقصف الاسرائيلي على غزة وهو طلع يناشد نيتنياه وانه يقبل انه ياخد الجسامين عشان يندفنوا في البلد فحركة حماس مش بس كده ده عرضت الافراج كمان ان تسليم الجسامين الافراج عن والدهم بنفسه لاتمكن مشاركة في مراسم دفن في دراسة دفن اسرته اضافة الى تسليم اثنين من المحتجزين الاسرائيلي حماس قالت انه دولة الاحتلال رفضت التعامل مع كل هذه العروض لانه حسب رأيها لدى قيادة هذه الدولة قرار مسبق باستئناف العدوان الاجرامي حركة حملت الادارة الامريكية والرئيس بايدن تحديدا مسؤولة كاملة عن استمرار درائم الحرب في قطاع غزة بعد دعمها المطلق له وبعض الضوء الاخضر الذي منحته اياه مجددا عاقب زيارة وزير خارجيتها اللي هو انتوني بلينكين لاسرائيل بالامس واعلانه وده اعلانه فعلا في مؤتمر صحفه في المطار عنية الاحتلال استئلاف العدوان بموافقة امريكية على الخطط الجديدة احنا عارفين انه بلينكين قعد مع مجلس الحرب وشاف الخطط بنفسه المقاومة او حماس علانه في نهاية دهنها انها كل الشعب صامت في غزة والمقاومة كلها وعلى رأسها كتاب القسام تتصدى للعدوان على كل المحاور تستعنف عملياتها البطولية وانها ستفشل اهداف هذا الادوان الاجرامي وستكسر ارادة الجيش الاحتلال المهزوم وان الكلمة الاولية ستبقى الشعب الفلسطين